وشكله إيه بقى يوسف ده؟ عادي عادي إزاي يا عادي يا طهر وإحنا ونفضل مستنين من كده كتير؟ وما أنت وراك حاجة يعني؟ بغض بالنظر وراي ولا لا، هو مش هي معد مايش إحنا مش بقلنا كتير مستنين على فكرة وإنت بتعمل كده ليه؟ أنا مش بقتنع باللا بوك بيعمل ده تاني؟ وثالث حتى لو بلد يقصد حاجة بالمقابلة لما يشوفها كيف لو عيت أخر يلغي المعين، إنت مجي؟ ألو؟ ألو، نادا إزايك؟ إنت فين؟ أنا عند اللوكيشن إحنا برضو هناك بس مش شايفينك هو ده ولا إيه؟ لا، طبعا مين الموزة ده؟ اتلمي نادا، إزايك؟ هاي، إزايك؟ إنت مش يوزف؟ لا إحنا ما تقابلناش قبل كده اللي إنت قابلتي ده حمزة، أخويا، كان في الساحل إنت بقينك تلغبطي بس فعلا؟ أوكي هاي، طاهر إزايك؟ تفضل، تفضل كرسيا فيزو هنا نادية رمزي هي فيه؟ لسه ما فقتش فيه لي الدكتور؟ أه، بس تردوني يعني إيه تردوني؟ أنا مش عارفة ربنا طمينك عليها شكرا نادية، فقت يا نادية حى، ما حبيبنا؟ أحبك، نبديني على سالمين تاهين شوفتي بقى؟ فقية، أول ما داخلت ماما عملت لنا حالة توطر زيادة عن اللذوم حمدى الله على السلام عاببتي، عاببتي تتأسفي عليك؟ بس، 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 بس يا دكتور، هيا هاتبت هنا نهارضا؟ لا، هنزبط لها السكر و هطلقوها معيكو تشك تشعلي كيكس و انت بقى كنت بتدريس ايه في انجلترا؟ بيزنس و ناوي تشتعل بقى مع باباك في الشركة طبعا؟ لا طبعا، انا هفتح برايبيت بيزنس ليه مش هشتغل انا في مقابلاتي المقابلات تشتغل ايه؟ انا و انا هناك اشتغلت كل الشغلات اللي ممكن تتخيلها من ويتر في راسترونت يسوي على أبليكيشن لموظف في شركة اي تي وهو ده بقى اللي انا عايز اعماله عايز افتح شركة تكنولوجي ده المستقبل بس مش ده بايد عن مجال دراستك شوية؟ بالعكس ايه معانا ان انت يبقى عندك افكار و مش عارفت حطها في مكانها ولا تبيحها البيزنس بقى يساعدك على ده خصوصا لو انت مذاكر السوق كويس و انت بقى مذاكر السوق كويس؟ طول سنين دراستي انا هناك و انا عيني على السوق هنا مجال التكنولوجي لسه بكر و مالوش منافسين كتير طب ايه مبقاش فيه منافسين كتير عشان احنا بنشتري التكنولوجي من بره بس صعب جدا نباح و ايه اللي صعب؟ حاجات كتير انت هنا اصلا مش مؤهل ده مين قال كده؟ كل حاجة موجودة بس الناس هي اللي بتستسل من كافيهات لمطاعة لمقالين باطل مش هو ده بقى اللي الناس تحلم بيه عشان تعمل فلوس و خلاص؟ انا الصراعه مستغربوك انت بالك كتير قوي عايش بره بس طريقة كلامك مش بتقول كده غالص عشان كل الناس اللي بتسافر بره وبترجع بتبقى عايزة تفرد افكارها عالناس انا بقى مش عايز اعمل كده انا عايز اقرب منهم ووفهمهم اكتر وعملت ايف تمرين كويس اخوك رجع؟ طب انا هكلمه بص خلي علي اعمل للك صندوقش يا جبنة تvre أكل وتخش اتنام على طول واستحمل اول عارف لو رجعت لايتك مستحمتش لا يا حبيب فيما يا صحر انا سايب استخان شغال انجل زي المصطفى بقى يال بايا عندي غريب تعبتك معايا حسن انت لو تحب تروح ياه يا رمزي احنا مش اخوات ولا ايه وهم ربين اقوهم بالسلامة ياه رب وجزفين من ده كله مسافر عارف ولا يسا معارفش اكيد عارف زي حيالها في السن ده يجيل ازكر وراسم نبوها يا سيدي هي الوحيدة اللي ورستها يا حبيبتي ربين يا عينها هي امامتها يا رب اكتر وجع في الدنيا من الضانة يبقى تعبار دي مفيش وجع اصعر من كده اكيد رمزي تعالي عاوزاك لو سبحت عني اذنك عز وانت عارفة بابا طلب مني قابلت ليه؟ ليه بقى ايه؟ من الآخر عشاني بقى جباز مصالح باباها معه فلوس وبابا معه فلوس والاثنين شركة فبالنسبة لهم ايه المشكلة ان اولادهم يتجوزوا؟ مجبتش حاجة من عندي؟ وده طبعا بالنسبة لي فكر متخلف وانا عمري ما هتجوز بالطريقة دي ده غير ان انتوا الاثنين على علاقة مع بعض فانا مقدميش غير حل واحد ارايح بابايا عشان المركب تمشي فاحنا هنمسي الاكنان نتعرف على بعض وبعدين نقول ان الموضوع منفعش وانت مين بقى قالك اني هشارك في التمثيلية الجميلة دي؟ انت بتدرس ايه طاهر؟ هندسة وطاهر كمان بيعزف جتار وعنده باند صغير هو صحابه في الجامعة بيلعبه مزيك هلو ابي حلو ده عايز اسمع انا وانا في انجلترا كنت برودوسر اللي كان بانده وكنت بس اقلهم بزكيتهم وباخد نسبة خلينا نشوف النزام هنا ولو كده ممكن نشتغل مع بعض ايه رأيك؟